تساءلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن سبب لجوء بعض التجار إلى خفض أسعار اللحوم المستوردة حيث يتنافسون للترويج لذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي ونشرت المنظمة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك سؤالاً قالت فيه لماذا الترويج في خفض أسعار اللحوم المستوردة وأشارت حماية المستهلك في منشورها إلى إمكانية أن يكون السبب الأساسي لانخفاض أسعار اللحم المستورد إلى اقتراب نهاية صلاحيته وفي هذا الصدد قالت المنظمة بلغنا أنه تم منح رخصة استثنائية من السلطات العنمومية تسمح بتجميد تحت الفراغ للحوم الحمراء المستوردة قبل نهاية تاريخ صلاحيتها نظراً لتزامن وصول شحنات كبيرة منها وتهدف هذه الخطوة إلى استقرار الأسعار وضمان تموين السوق باللحوم المستوردة ووصولها للمواطن بأسعار في المتناول